تدريب النادي الاهلي النهاردة عزائي المشاهدين شهد مفاجآت جميلة وجيدة بالنسبة لكل المتابعين وكل المشاهدين وكل الاهلوية الحمد لله الحالة جيدة ادي معاك بقى من اول ثانية من اول خروج اللعبين من الفندق وهم رايحين على الملعب هتشوف رضا سليم ويعطية الله واشرف داري السلاسي المغربي من البلد الجميل والقريب لقلوبنا المغرب الشقيق هتشوف الولاد الصغيرين تشوف بيرسيتاو هتشوف كل ولادنا من اولهم لاخرهم بص على شكل التركيز طريق انديل عدو مجلس ادارة النادي الاهلي الحياة من الناس يعني دينامو هتلاقيه هو وخالد مرتاجي امين السندوق هنا رضا المترجم احمد كوكا الحقيقة من اللعبة اللي بيثبت وجودهم في كل مناسبة بيبقى موجود فيها عمر كمال عبدالواحد الحمد لله والامور جيدة كابتن محمد رمضان المدير الرياضي ومدير الكرة بالندي قليل الكلام كثير الفعل الحقيقة محمد رمضان من شخصيات شديدة الاحترام كابتن سامي امصان ومع عمر كمال عبدالواحد جماهير النادي الاهلي اللي منتظر عند الحافلة تلتقط الصور مع عدد من اللعبين وعدد من النجوم شعبية جارفة للنادي الاهلي في كل مكان بيكون موجود فيه هنا بقى بعض الزملاء سواء كانوا في العلاج الطبيعي او في الادارات المختلفة خالد عبدالفتاح امام عشور عمر الساعي محمد الشناوي الكل بلا استثناء موجودين والكل بلا استثناء كريم ندفد مركزين بشكل كويس بيتباني الصورة بيباني الشكل الحقيقة اصطفى شبير وراء محمد الشناوي مباشرة العميد علاء كريم الدبيس محمد مجدي أفشا كل الناس حقيقة بحب شديد جدا زمنا العزيز جمال جبر موجود وراء أكرم توفيق كل النجوم كل اللاعبين الكل ملوش غير هدف واحد هو ان شاء الله اسعادك اسعادك يا مشجع النادي الأهلي اسعاد جماهير النادي الأهلي زي ما بقول لكم الناس في الإمارات شايلنا على كفوف الراحة على كفوف الراحة شايلنا وشايلنا كل الفرق شايلنا الزمالك وشايلنا بيراميز وشايلنا سيراميكا كيلوباترا كل الاحترام الحقيقة وكل التأدير من الناس لنا كنادي أهلي خليني وانا هروح للتدريب ادي كابتن محمود الخطيب ووصوله إلى الملعب لم يترك الفريق لحظة واحدة هتلاقي خالد مرتاجي وراه هتلاقي أنديل معاه وكل السيدة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة متواجدين مؤازرين مساندين بقوة للنادي الأهلي انت بتلعب الفاينال بتلعب على البطولة اللي بإذن الله بأمر اللي بدون معطعة هترجع بها وانت كسبانها وحامل كأسها ان شاء الله كما عودنا النادي الأهلي دائما وبعرض طيب وبعرض جميل بإذن الله بعرض مريح التفاهم والتناغم بين كابتن خطيب وكابتن محمد رمضان وعلى فكرة كابتن خطيب قد كتير جدا من مسؤولياته لكابتن أو من اختصاصاته كمان لكابتن محمد رمضان لشان يبقى فيه برضو حرية في اتخاذ القرار إمام عشور مع الجماهير والروح الطيبة والناس الجميلة بتحب إمام وبتستمتع بإمام والولاد الصغيرين والكبار أنا بدي لك الكواليس كلها من أولى لأخرة عشان تشوف الناس عاملة إزاي مع اللعيبة والاحترام الشديد اللي ما بين اللعيبة وما بين الجمهور وهكذا دائما وآبدا التمرين النهاردة اتسم بالجدية حيكون معنا حالا زي منا فاروق صلاح عشان يشرح لنا قصة شكلها عاملة إيه وإحنا بنعرض لكم أجزاء من التدريب وأدي الجمهير المختلفة مع الكتير من النجوم يا حياطية الله محبك يا شناو ممكن أخذ القفواز بتاعك دي له شناو يا جونتي يا شناو أهو أهو كأن لسه ده فاروق كمان اللي اداله الجونتي جميل 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 جميل